حدثت شركة تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة ميتا بسبب حقوق الملكية الفكرية وطلبت تويتر شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية لتويتر المنافسة مقبولة لكن الخداع مرفوض عبارة أطلقها رجل الأعمال الأمريكي أليون ماسك مالك منصة تويتر ردا على إطلاق شركة ميتا لمالكها مارك زوكربيرج منصة ثريدز أو ما يعرف باسم قاتل تويتر لمنافسة الموقع المتربع على عرش منصات التغريدات القصيرة لسنوات عديدة تويتر هددت باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة ميتا وفقاً لما يسمى بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومطالبة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية لتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية كان للتوقيت أهمية كبيرة في الإقبال الكبير على ثريدز الذي شهد مشاركة عشرات الملايين في ساعات معدودة حيث تزامن الإطلاق مع إجراءات تويتر غير المألوفة على مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي من الحصول على مقابل مادي للحسابات وتحديد عدد معين من المنشورات لقراءتها يومياً فضلاً عن حذف العديد من الحسابات خدمة ثريدز المصاحبة لتطبيق إنستجرام تشبه إلى حد كبير تطبيق تويتر فهي تتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها لكنها لا تتضمن أي إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة كما يمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف وأن يشمل روابط وصوراً ومقاطع فيديو تصم مدتها إلى 5 دقائق ويعني تصدر ثريدز متاجر التطبيقات المجانية في بريطانيا والولايات المتحدة احتدام المنافسة بين الطائر الأزرق وغريمه الجديد خاصة في ذل محاولة ماسك لاستفادة من صفقته المليارية لشراء تويتر